أنا الأوان أن تنهض صلاح الدين من الركان أنا الأوان أن تنهض أبنائها ويختارون أشخاص قادرين على تحمل المسؤولية لا نترك المسؤولية وننتظر من الآخر ويحللنا مشاكل بانتخابات مجلس النواب عندي مصلحة قد تكون عندي مصلحة سياسية ومصلحة شخصية مباشرة أنه يجون أعضاء مجلس النواب من هذه المحافظات تصير عندي كتلة ويشيلون إيدهم ويايا ويصوتوني أنه أصير رئيس مجلس النواب ما هي مصلحة المباشرة في اختيار أعضاء مجلس المحافظة أولا أعضاء مجلس المحافظة راح يجون من قضية صلاح الدين لا راح يجون يصوتوني لمنصف في بغداد أنا جاي أنا وحزبي وكوادري وتنظيماتي وكل مقدراتنا السياسية جايين فازعين ويهل صلاح الدين حتى يفزعون لنفسهم ويختارون شخصيات ملائمة قادرة على إدارة مجلس محافظة صلاح الدين ليس لنا مصلحة إلا الالتزام الأخلاقي والالتزام السياسي والالتزام الحزبي هذه مسؤولياتنا الحزبية أما ما يتعلق بالأشخاص اللي راح يجون ذول المرشحين قدامكم هم ولدكم وولد عشائركم وبناتكم من اتصوتون لهم اتصوتون لنفسكم أنا راح أقفوا إياهم الآن وأسندهم الآن وكل ماكنتنا معاهم بس يوم اللي فوزون هم راح يرجعون يأدون خدماتهم لأهلهم ما راح يجون يدقون طابو قبل رمادي مو مسؤولياتهم ولا مسؤولياتهم قرار سياسي في بغداد مسؤولياتهم خدمة أهلهم مسؤولياتهم توفير متطلبات الحياة الكريمة موسيقى